بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معيكم أميرة عادل بمسي على كل حبيبي والنهاردة هنعمل مع بعض حبة عدس كي يستهل بققكم حاجة كي يتوحفة كده زي ما انتو شايفينه شايفين لونه جميل ازاي شايف العدس وجماله عملنا بالشعرية بطريقة جميلة قوي لو ولادك مش بيحبوا العدس هيحبوه بالطريقة ديت شوفوا في نهاية الفيديو شوفوا كل التكات اللي هنعملها عشان تديك اللون الجميل ده والطعم الحيو اللي هتشوفينه وقبل ما نقول عملنا العدس النهاردة ازاي لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة للاول مرة يشوفني ويفعل جرس التنبيه عشان يوصله كل جديد يلا بينا نشوف عملنا العدس النهاردة ازاي معنا طمط مايا وجزرايا وبصلايا كل ده متقطع قطع زي ما انت شايفها كده ويه ثلاث فسوستوم ودوت نصف كيلو عدس مخسول زي ما انت شايفين كده اهو اصلا كويس جدا في حالة بقى على النار حطينا مية تغلي وبعد كده هبتدي احط العدس فيها وبعد كده هننزل باقي الخضار اللي احنا كنا مقطعينه البخار بقى جي على الكاميرا معلش اهو نزل كل الخضار وبعد كده بنقلب المكونات دي كلها مع بعض اهو بالشكل ده وبعد كده بتدي اشيل الريم اللي على الوش ده عشان يبقى لون العدس حلو ويديك اللون الكهرمان اللي هتشوفه نزل نشيل الريم اللي على الوش دوت ما نسفش الريم موجود زي ما هو كده هنسيب بقى المكونات دي تغلي مع بعض لغاية ما كل الخضار ده يستوي داخل العدس بكده خلاص يكون العدس استوى هو والخضار اللي كان معاه لازم تشوفي الجزر تعالوا بقى ناخد جزراية عشان اختبرها لو لقتيه بيتهرس كام عكب كل سهولة كده العدس كده استوى كده خلاص وندفع للنار بعد ما العدس استوى ونزلناه من على النار هنسيه بقى يبرد وبعد كده نبتد ندربه في الخلاط لو الخلاط بتاعك بيستحمل دربات الحرارة ندربه على طول كده بقى خلاص حطناه في الخلاط وبدأنا ندربه هنعمه خالص مش تحتاج ان انت تتحطيه في مصفى ولا تصفيه كده خلاص بعد ما ضربناه شايف اللون العدس جميل ازاي نبتدى بقى نجيب حل على النار وحط في معلقة زبدة ومعلقة زيت وهنحط الشعرية انا بحط على النص كيلو بحط كباية شعرية ممكن اللي بيحب الشعرية الليلة يحط نص كباية ونبتدى نحمرها زل ما انتو شايفين انت ده هو هنخليها لونها دهبي بعد ما الشعرية اخدت اللون الدهبي الجميل ده اللي انتو شايفينه ده نبتدى ننزل عليها بالعدس على طول اهو بقى طبعا ما ضرب طبعا بعد ما نزلنا العدس بالشكل ده هبتدى بقى اخيفه شوية لانه هو تقيل جدا لان انا عايزة اشرب شربة عدس تكون حاجة كده خفيفة كده مش تقيل وما بخليش يغل كتير علشان الشعرية ما تتخنش وتتقل واتتقله يا دوبك هو غلوة كده هو وبطفي عليه وبعد كده بنجيب بقى التوابل بقى معنا معلقة ملح كبيرة معلقة كمون صغيرة نص بابريكا نص كاري هندي بديها طعم جميل جدا الكاري الهندي نبتدى ننزل بقى البهارات ننقلب كده تقلبتين وبرده ندوق الملح برضه لو محتاج ملح بتحطي بكده خلاص يكون العدس استوى زي ما انتو شايفينه كده تحفح ايه لونه جميل جدا نبتدى بقى نغرب العدس في موجة او في بولة زي ما تحبي عايز اقولك على حاجة انا فيه ناس بتعمل العدس بعد اما بيخلص خالص تروح تشاه بطشة كده بصلة محمرة بس الطريقة دي بتعمل حمودة عالية في الجسم فانا بستغنى عنها برضاش عاملها خالص بستكفي بالشعرية بس بكده خلاص نكون غرفنا العدس زي ما انتو شايفينه كده وعملنا له ديكوريشن بالطماطم والجزر زي ما انتو شايفينه كده بعد كده بقى بنحط له حتة زبدة كده في كل مجة او في كل بولة بتدي طعم جميل جدا زي ما انتو شايفين كده تعالي بقى نشوف العدس وجماله شايفين لونه جميل ازاي شكله طحف حقيقي لونه رفا والطعم رهيب حقيقي طعمه جميل جدا حاجة كده طحف اولادك هيحبوه حقيقي وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده بتمنى الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم فيها ايه وقالكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة